تواصلت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتل العشائر في عدة مناطق شمال شرقي سوريا أهمها الكسرة وبرشم ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح لكن مصادر محلية أفادت أن الاشتباكات بدت خفيفة مقارنة بالأيام السابقة في حين أكد شيخ قبيرة العكيدات أن الاشتباكات ستستمر حتى تحقيق مطالب العشائر بدورها اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ثمانية شبان في مدينة الطبقة انثرى كتابتهم شعارات مؤيدة للعشائر داخل المدينة وقد استمرت الاشتباكات رغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية انتهاء العملية العسكرية في ريف دير الزور من إدلب ينضم إلينا مرسلنا خالد الإدلبي أهلا بك خالد إذن فصائل معارضة للنظام استنفرت لدعم العشائر في وجه قوات سوريا الديمقراطية فاصل لنا أكثر عن خارطة الاشتباكات الآن في الشمال السوري وعن تداهور الوضع الإنساني مع استمرار الاشتباكات واستمرار نزوح الأهالي من المنطقة نعم رويدة لأكثر من أسبوعين تستمر الاشتباكات في منطقة ريف دير الزور على الرغم من أنها بدأت اشتباكات محدة واختباكات خيفة جدا لكن دارت هذا اليوم اشتباكات على عدة حواجز لقوات سوريا الديمقراطية قوات العشائر هاجمت هذه الحواجز وقالت أنها ستقوم بطرد هذه الحواجز من المنطقة خاصة بعد تصريحات الشيخ إبراهيم الجفل الشيخ قبيلة العقيدات الذي قال أنه سيستمر بالنضال ضد قوات سوريا الديمقراطية حتى تحقيق مطالبهم تعزيزات جديدة للعشائر من معظم مناطق شمال شرق سوريا تتوجه باتجاه منطقة ريف دير الزور الغربي قوات سوريا الديمقراطية بدورها أيضا قامت باستخدام تعزيزات من الحسك قامت بسحب عدة حواجز ونقاط لها من ريف الحسك التي لا تشهد أي اشتباكات باتجاه ريف دير الزور أيضا القوات الأمريكية بدورها أدخلت تعزيزات باتجاه بلدة أشحيل التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية مع قيام أيضا قوات سوريا الديمقراطية بنصب حاجز داخل هذه البلدة بالإضافة إلى قوات التحالف والقوات الأمريكية التي دخلت إلى هذه البلدة يفترض أن هذه القوات ستدخل إلى هذه البلدات لمنع استمرار الاشتباكات فيها وإيقاف هذه الاشتباكات بعد دخول التحالف الدولي كضامن أو عفوا كوسيط في هذه الاشتباكات القوات العشائرية في منطقة شمال سوريا التابعة لفصائل الجيش الوطني في مناطق المعارضة تشن بين الحين والآخر هجمات متكررة على مواقع مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري قوات عشائرية تتبع لقابلة العقيدات قالت أنها قتلت 15 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية واستطاعت اغتنام بعض الأسلحة جراء هجمات شنتها هجمات خاطفة شنتها على جبهة البويهج عمليات كر وفر متكررة في هذه المنطقة كما ذكرنا سابقا منطقة شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا هناك ارتباط عشائر كبير بين هذه العشائر عند بدء التحرك في دير الزور تحركت العشائر المتواجدة في منطقة شمال غرب سوريا لمؤازرة تلك العشائر هناك أيضا تم فرض حالة من حظر التجول في بعض المناطق في ريف دير الزور أهمها مدينة شحيل من قبل قوات سوريا الديمقراطية لمنع أي تحركات قد تكون للعشائر داخل تلك المنطقة أيضا المناطق التي لم تشهد اجتباكات تشهد استنفارا عسكريا منعا لأي تحرك قد يحصل من قبل العشائر المتواجدة أيضا في تلك المنطقة شهدت المناطق بعض حالات الاعتقال لمدنيين مرتبطين بالعشائر بسبب قيام بعض الشبان بالبخ على الجدران عبارات مؤيدة للعشائر كما تشهد المنطقة حالة مزرية جدا من الأوضاع الإنسانية بسبب إغلاق الكثير من الأسواق والمحال التجارية منذ عدة أيام وحتى هذه اللحظة مع صعوبة تأمين المواد الغزائية والخبز والمياه تلك المنطقة شكرا خالد الإدلبي مرسلنا من إدلب على هذه الإحاطة